اشتركوا في القناة ان يكون المواطن هو محور وهو الغاية الاسمة لكل تلك الاجراءات اليوم مثلا اذا كنت بوفر عدالة ولا اوفر مستشفيات ولا اوفر جامعات ولا اوفر هذه المقصد هو المواطن بمعنى اوفر محاكم او اوفر عدالة اوفر عدالة اذا من الممكن ان تكون هناك وسائل مختلفة لتوفير هذه العدالة اوفر مستشفيات او اوفر خدمات صحية اوفر خدمات صحية بكثير من الوسائل اليوم الحكومة تغير من طبيعة تقديمها لخدماتها ولكن وصولا الى خدمات ارقى وبطريقة مختلفة في الاخير الهم هو ان يكون المواطن المستفيد الاول والاولى بهذه الخدمات اشتركوا في القناة